خلالتنا عن نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وكلام عن مشروع القرن الأرض خدناها سنة 2004 وخدناها في وجود مجلس إدارة برئاسة الكابتن حسن حمدي ربنا يدي له الصحة أنا بشكر جدا النهار ده كان حريص جدا أن يكون موجود لأسف عنده ظروف صحية وعشان كابعت ابننا طيمور حسن حمدي موجود معنا ابتدينا أن احنا نفكر إزاي يكون الأستاذ في أكتوبر في الشيخ زايد بعد المرحلة دي تم تكليفنا برئاسة النادي الأهلي سنة 2017 آخر 2017 كان عندنا أهداف كمجلس إدارة الهدف الرئيسي عشان نعرف نشتغل كويس في كل الملفات وفي كل الأمور يكون عندك دستور النادي الأهلي دستور النادي الأهلي متمثل في نظام أو النظام الأساسي لاحة النظام الأساسي للنادي الأهلي اللي بشكر فيها محمود بفهمي كان فيه لجنة مكونة من سادة يعني أفاضل قانونيين محمود بين بيرقسهم وقدمونا دستور وقدمونا لايحة النظام الأساسي للنادي الأهلي فأنا بشكرهم جدا من خلال اللايحة دي بقى عندنا ان احنا نقدر نعمل شركات اللي تفضل بيها السيد الوزير واللي ساعد فيها الحقيقة في ان احنا ناخد خطوات سريعة فيها فعملنا اكثر من شركة منها شركة الاهلي للمنشآت الرياضية طيب بنفس المشكلة وجهتنا الارتفاع لان الارتفاعات اللي كانت موجودة في الشيخ زايد هي ستة متر بس ستة متر فقط عشان تعمل الستاد ازاي بستة متر عشان نعمل الستاد فكرنا من زمان جدا عشان نوصل الناس متخصصة يعني نحفر جوه الارض ونحفر تحت اكتر من خمسة وعشرين متر عشان نبني الستاد بتاعنا طبعا ده كان امر في منتهى الصعوبة ويميها الحقيقة انا في وقت من مجلس الدارة ان انا اروح لأكتر من جهة مسؤولة ورحت وقعدت كتير وقعدنا على مدار يمكن سنة ونصة او سنتين عشان نحاول ناخد موافقة ارتفاع وده اللي حصل الحمد لله رب العالمين هيئة عمليات القوات المسلحة في مارس واحد وعشرين الدونة موافقة لارتفاعات تلاتين متر ده الامر الاساسي عشان كده انا بشكر كل مؤسسات الدولة اللي بيتعاونوا مع اي عمل جات وبشكر الحقيقة كل الناس او كل الاساتزة والوقات والاجهزة اللي كانت وراء الموافقة دي الموافقة دي هي اساس العمل النهاردة لو ما كانش عندنا الموافقة دي ما كانش فيه استاد فالحمد لله رب العالمين ان احنا حصلنا على هذه الموافقة ودي بقى جاب بالنسبة لنا هي نقطة التحول الرئاسية ومش تحول بس هو نقطة الامل الامل ابتدى يبقى في عينينا والامل ابتدى يبقى في دماغنا عايزين نتحرك عشان كده ابتدين ان احنا نفكر عايزين جهة مسؤولة عايزين نهيئة مسؤولة اللي هي انشأنا شركة الاهلي لمنشأة رياضية حق جمهور النادي الاهلي انه يروح الاستاد بتاعه بسهولة ويدخل بسهولة ويخرج بسهولة ومع الادوات اللي بيشجع بيها المتاحة ان هو ياخد ولاده ويقضي يوم في مباراة للنادي الاهلي في الاستاد ياخد ولاده ويروحه المتحف كل الامور دي الاجهال الجديدة بإذن الله يعرفوا قيمة النادي الاهلي ان شاء الله احنا المفروض ناخد بالنا من الفرق الرياضية اللي بتخليها النادي الاهلي النهاردة اول نادي في العالم في تحقيق البطولات لازم نصرف ولازم ندعم الفرق الرياضية فمش معقولة كمان النادي الاهلي يطلع من عنده مبالغ مليارات المليارات علشان نبني استاد وما نصرفش الكلام ده في فرقنا الرياضية ما نصرفش الكلام ده لخدمة اعضاءنا اعضاء النادي ما نصرفش الكلام ده في اسعاد جماهيرنا ما نصرفش الكلام ده في التطوير المستمر لكل منشآت النادي وكل فرق النادي وكمان بنبني فرق جديد الحمد لله رب العالمين يوم تاريخي يا جماعة لو احنا افتكرنا اخر مباراة اتلعبت في استادي التيتش ما عرفش حد فاكرها ولا لا رسمية مباراة رسمية فاكرها يا عادلي انت كلام دوت كان سنة ستة وسبعين خمسة وسبعين قاسف سنة خمسة وسبعين مباراة رسمية يعني عدى الغالة النهاردة يا جماعة تسعة واربعين سنة تسعة واربعين سنة الحلم موجود تسعة واربعين سنة مجال السيدراء بستغل عليه تسعة واربعين سنة الجمهور نفسه يشوفه تسعة واربعين سنة الناس كلها منتظرة ده النهاردة احنا ان شاء الله بإذن الله يكون هو ده بداية تحقيق هذا الأمر هنا انا مفضلس بالنسبالي غير حاجة واحدة حاجة واحدة بس نفسي تتحقق ونفسي أحققها مع زمايلي اني أشوف النادي الأهلي بلعب في استادو ده أمر مهم جدا بالنسبالي وأمل كبير جدا بالنسبالي ساعتها بس هحيث ان احنا كلنا وأنا بقول معايا بقى زمايلي أعضاء مجل الصدارة وأي واحد ارتبط اسمه باسم النادي الأهلي أي واحد ارتبط اسمه بقى عنده اسم شهرة لأن ده النادي الأهلي وده جمهور الأهلي فكل زمايلي وأنا أقوله احنا عندنا دعم كبير واحنا يعني عندنا كمان مهمة كبيرة جدا ان احنا لازم ننقذ عشان جمرنا لكن كل اسم مر جنب النادي الأهلي هو استفاد من النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي من حقه علينا احنا كلنا نشتغل حتى لو اشتغلنا بأزمنا وبوقات ودينا فكر ودينا رؤية يعني بيقول مثلا ايمن وبيقول محمد كامل ان احنا فعلا هلتقينا وانا بتعالج وانا على فكرة طالع تاني من اللي جايين دولت المهم احنا كلنا هنحس وانا ساعتها بصراحة حس لو اتحقق حلمنا وشفنا او شفت حتى لو كنت قعيد يعني شفت بس مجرد مباراة في النادي الاستاذ الاهلي ده بالنسبة لي احس ساعتها ان انا ردت جميل للنادي وردت جميل الجماهير وكمان شكرت الله سبحانه وتعالى على كل امر فيه توفيق ربنا اكرمنا به الحمد لله رب العالمين